فالزم للدنيا ليس راجعا إلى زمانها إلى الليل والنهار ولا إلى مكانها وهو الأرض ولا إلى ما يحتاجه العباد للمعيشة ولا إلى الكسب من الحلال لكن الزم يرجع إلى الاشتغال بالدنيا عن الاستعداد للآخر وعلى هذا المعنى قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء كيف أنك أحيانا تمنع المريض الذي يعز عليك من شرب الماء مع أنه يكون راغبا فيه لأنه أحسن له لأن هذا أكثر فائدة له إذا أحب الله عبدا جعل قلبه بعيدا من الدنيا محميا عن الدنيا كما يحمى المريض من الماء